حافظت مملكة البحرين على صدارتها في المركز الأول على مستوى دول العالم العربي وفق مؤشر تطور الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ونوها سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات إلى أن هذا الإنجاز يعود إلى الجهود التي قامت بها الحكومة مع بداية العقد الماضي في سبيل تطوير قطاع الاتصالات من خلال تحرير سوق الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من المبادرات التي كان آخرها إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي نظمت العمل في هذا المجال وأتاحت الفرصة إلى الشركات المنافسة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأضف سعادته أن المملكة حازت على المركز التاسع والعشرين في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصادر ضمن تقرير قياس مجتمع المعلومات ضمن فعاليات المنتدى العالمي لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أقيم في دولة بوتسوانا خلال الفترة ما بين الحادي والعشرين للثالث والعشرين من نوفمبر 2016 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة